سيد سافير بالرحب بحضرك معنا في البداية أهلا وسهلا سبعة خير سيد سافير يعني لو كلمنا عن أهم المفاوضات التي تدور حاليا الرئاسة المصرية باعتبارها رئيسة لهذه الدورة من القمة قمة المناخ قدمت طرح للوصول إلى نقطة إيجابية وتقريب جهة النظر ما بين الأطراف الموجودة في هذه العملية عملية التفاوض أهم ملامح هذه الخطوات أو الطرح الذي قدمته الرئاسة المصرية هو في الحقيقة المفاوضات بالفعل مستمرة على مدار الساعة خلال الأيام الماضية وحتى ساعة مبكرة من صباح اليوم بين الوفود حول الموضوعات المختلفة المطروحة على أجندة أعمال المؤتمر يعني اتضح للرئاسة من خلال التواصل الذي تم والمشاورات التي قامت بها رئاسة المؤتمر مع جميع الوفود ومع التجمعات الجغرافية المختلفة وبعد تسلم الرئاسة المصرية للمقترحات التي قدمها الميسرون والوزراء الميسرون أن هناك تباينا كبيرا في المواقف في موضوعات معينة يعني ليس كل الموضوعات ولكن هناك موضوعات مثل موضوعات مرتبطة بالخسائر والأضرار وكيف يتم تمويل عملية الخسائر والأضرار هل يتم إنشاء صندوق أو آلية تمويلية أو غيره مسائل مرتبطة بالالتزامات الخاصة بقمة جلاسكو السابقة والحفاظ عليها الموضوعات أيضا مرتبطة بالتخفيض والتخفيض الإنبعاسات والتزامات الدول المختلفة كل هذه الموضوعات ما زال هناك تباين في مواقف الأطراف وهو ما استدعى من رئاسة المؤتمر سيد الوزير سامع شكري والرئاسة المصرية المؤتمر أن تجمع كل هذه الأفكار وتضع طرح وسط تتقدم به الرئاسة المصرية المؤتمر ترى مصر من خلاله أنه يعبر عن السواد الأعظم من المواقف ليس بالضرورة أن كل دولة أو كل مجموعة تكون راضية بنسبة 100% عن هذا الطرح ولكن بالتأكيد هو الطرح الذي يجمع المواقف ويقرب وجهات النظر ويمكن أن يكون أساسا جيدا للوصول إلى التوافق بعد أن تم تجميع هذا في ورقة وإعداد ورقة من جانب الرئاسة المصرية تم توزيعها صباح اليوم على جميع الوفود وتم ترحاها على رؤساء المجموعات الجغرافية والتجمعات المختلفة داخل المؤتمر والتشاور بشأنها أيضا ويتم الآن ترحاها لتشاور موسع مع الجميع ليس فقط كل مجموعة ولكن مع ممثلين عن جميع الوفود سيتم التشاور بشأنها بغية الوصول إلى التوافق المطلوب وبالطبع يمكن أن يتم إدخال تعديلات عليها إذا مرتقت الدول إدخال بعض التعديلات الرسالة الأساسية هنا هي أن الرئاسة المصرية للمؤتمر وضعت الطرح الذي تراه يجمع الحد الأدنى من المواقف التوافقية بين الدول وأن المسئولية الآن تقع بشكل أساسي على وفود الدول المشاركة كي تصل إلى نقطة وسط تحقق الحد الأدنى من المطالب لجميع الأطراف سيد سافيري لو تحدثنا مع حضرتك عن بعض الأقاويل خاصة الصادرة عن ممثلين من الاتحاد الأوروبي تتحدث بأن قمة شرم الشيخ لم تحقق حتى الآن أو تبني على المكاسب التي تم تحقيقها في قمة جلاسكو الماضية هو الحقيقة هذا الطرح غير دقيق لأن الورقة التي قامت الرئاسة المصرية للمؤتمر بتوزيعها وسوف تكون متاحة للجميع بطبيعة الحال بتبني على ما تم تحقيقه في جلاسكو الحديث عن أن هناك تراجعاً ما عن الالتزام الخاص بالحفاظ على الدرجة ونصف مئوية ليس صحيحاً بالمرة النص واضح ويشير بوضوح إلى الهدف الخاص بالحفاظ على الدرجة ونصف ولكن هناك بنود أخرى أيضاً القضية ليست فقط قضية الانبعاثات ولكن هناك مجموعة ال77 والصين هناك المجموعة الإفريقية هناك تجمعات عديدة تمثل أكثر من 140 و150 دولة لديها أيضاً تطلعات تطلعات مرتبطة بقضايا التكيف وكيف يمكن توفير الدعم للدول النامية للتكيف مع أثار التغير المناخي لديها تطلعات مرتبطة بالخسائر والأضرار هناك دول تتعرض لتهديدات وجودية فيما تعلق بأثر التغير المناخي ولديها طموح في أن تحصل على دعم من خلال الدعم التمويلي للتعامل مع الخسائر والأضرار المرتبطة بالتغير المناخي وبالتالي يجب أن يكون النص متوازناً ويعكس مواقف جميع الدول ويعكس أولويات الجميع وليس أولويات طرف واحد وهذا هو الأساس الذي بنت عليه الرئاسة المصرية للمؤتمر صياغة هذه الورقة أو هذه المشروع القرار والذي يطرح الآن للتفاوض بين الوفود وإن شاء الله نأمل في أن تتمكن الوفود باعتبرها الدول هي المسؤولة في النهاية عن عملية تفاوضية أن تتمكن من الإبداء المرونة والوصول إلى النقاط التوافق المطلوبة كي يستمر العمل المناخي الدولي في مصاره الآن لأنه ونحن نتحدث في الوقت الذي تتفاوض فيه الوفود هناك المئات الألاف من المواطنين على مستوى العالم والشعوب والأطفال الذين يتأثروا بأثار التغير المناخي ويتعرضون لكوارث عديدة وتهديدات كبيرة والأجيال القادمة تنتظر من المشاركين في هذا المؤتمر أن يبدو القدر المطلوب من المرونة للوصول إلى الاتفاق وكي يخرج أو تخرج نتائج مؤتمر شرم الشيخ لتلبي تطلعات الجميع شكرا جزيلا حضرتك فن شكرا جزيلا إذن هي مفاوضات مدنية تقوم بها رئاسة تقمة المناخ بغية الوصول إلى اتفاق يلبي احتياجات ومتطلبات كافة شعوب العالم لإنقاذ كوكب الأرض جراء التغيرات المناخية هذه الظاهرة التي باتت خطرا كبيرا يهدد العالم بأسره عودة مرة أخرى إلى الزمالة في الستوديو